خلينا بقى أن ننقل محطة كويسة جداً وقوية جداً استنيد لك وهي مسلسل جولة أخيرة نجم كبير بحجم أحمد السقق يعمل مسلسل على أبليكيشن ووف سيزن فجأة كده كاتمه فجأة بالنسبة لنا والناس قالوا أن المسلسل بتعرض في وقت بالورقة والألم محدش حيشوفوا لأنه ده قبل رمضان ده موسم مش بتاع دراما تسارت كل القواعد دي هقول لحضرتك أولاً كانت أمازون بتنتج أول مرة بتعمل لانش في مصر أو في العلم العربي وأول ممثل عربي مصري يعرض هم بيشتغلوا مع النجوم الأمريكيان بس ما بيشتغلوش مع عرب فعجبهم المسلسل وعجبتهم الفكرة وعمل لهم بريف فقلت لهم هشتغل بس أنا محتاج خمس شهور أتمرن أتمرن أن أنا أبقى فلاكسبل في اللعبة لأن أنا مفيش ستنط هيشتغله معي أو دابلز أو ديبلراتي أنا اللي هيشتغل معي ريل فايترز والري الفايترز ما قدرش يستحمل أنه يقعد بالاتناشة تلاتاشر ساعة يصور في شبط لأنه هو يخذ أنه يلعب ثلاث جولات كل جولة خمس دقائق يتضرب يتضرب وروح يعني أنا عدتت 19 يوم كان عندنا تمانية فايت والتسعة اللي هي بتاعت أحمد فامي دي في الحالة الأولى فلعدت 19 يوم بصور في الفايتز كلها أورا بعض فييجي مثلا الفايترز وأنا بشكرهم من خلالك لأنهم ما استحملوني بصلاح فهيوا الفايترز القوة ولا قوة ده لسه ما كانوش هم يعارفينه يعني هم بتالوا day by day عندهم حدة المرونة باستخدام القوة ولا قوة يعني كانوا موتوني من يوم مرة ده لأنا كنت أسألولك بس هم هم حابيني قوي فبتالوا يسمعوني يعني بتالوا يسمعوني طبعا بالإضافة لأستاذة مريم أحمدي أندرو مكينزي لستاند كوردنيتر اللي أنا بشتغل معه ليسين عمري كله بتالينا نفهمهم بتالوا يستحملوني في اللي بقى يشتغل ساعة بقى يشتغل ساعة ونص ساعتين تلاتة بعدين بقى نغير الفايتر اللي بعدين يجيب مشهد تاني مشهد تاني معناها أنه فيه continuity تاني أو استرسال مشاعر تاني أنا جاي منه بلس إن الشخصية كانت مركابة هو دكتور وعنده ألزايمير أو إيرلي ديمانشة وهو عارف ما عنده إيه فبينسى وهو جوه الكيج وحياته الاجتماعية بايزة وبنته مش عارف إيه وأبو إيه يعني فكنت في ديلامة يعلم بها ربنا بس الحمد لله ربنا أقدرني عليها يعني لحد بقى ما عرفته تعملوا ريذم كده أو حاجة مظبوطة في موضوع الماتش أو إن انتوا تعملوا جولات زي ما أنت بتحكيه لأكيد كنت بتتضرب بقى حاجات غلط يعني إصابات أو حاجات في حاجات لوشت كتير يعني دي كسرت وترضت مرتين تلايتة مثلا مرتين تلايتة ده كان موضوع طعب جدا أنت بتحب الحاجات اللي هي لا والله إيه وأنا بالأكيد ما فيش حد بيحب إيه زي نفسه يعني بس أكيد لو حدي لازم استحمل أخطاء الأحياني بس بيبقى زيد شامنج كده بالنسبة لي أنا ريسك تيكر في حياتي أنا راجل اللي بحب الموامرة والمخاطرة بس مش بالغشمة أو بالغشمية بالبلدي يعني أنا دارس اللي أنا بعمله ومذاكر اللي أنا بعمله يعرف لو عربية هتتقلب العربية دي لازم تبقى متعدنوا من جواه إزاي البنزين ما زيتش فيها على لتر ونص اتجاه الريحية عشان لا قدر الله سرعة العربية كام اتجاه الريحية عشان لا قدر الله لو عربية مفجرت لو حصل كذا مين اللي هي مواقف فور سيفتي لو أنا متعلق على وير مثلا لو الهوا هزني في الوير مين هيلحقني كلام ده كله لي حسابات دينامكية يعني مش اللي هو يلا بينا وخلاص يعني